خلينا وإحنا برضو بنتكلم عن المرأة وبنتكلم شايفين إزاي إنه واحدة من أقوى يعني الستات في العالم وهي تيلر سوفت وهي تحتل المركز الخامس إزاي تم الاحتفاء بيها كمان فيه تايم لإنها تكون شخصية العام ومحدش قال لها طب هتطبخ إزاي طب هيأثر ده إزاي على شغلها محدش لها تكلم معها في هذا الموضوع ولكن من أيام عندنا بقى هنا في مصر كرم جابر بطل مصر فيه قال كرم جابر بطل مصر فيه المصرعة الرومانية يكلم عن اللاعبين المرشحين لتحقيق ميداليا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبسؤاله عن توقعاته لحصول البطلة المصرية سمر حمزة على ميداليا أولمبية ولا لا كان له رد غريب جدا قال إنه قبل الجواز وبعد الجواز مش عارفين الأزمة فين قبل الجواز وبعد الجواز يعني فين المقارنة واتضح إنه رأيه إن الأمور هتختلف وسأل هيكون عليه عمين هيكون عليه الأكل كابتن مصر سمر حمزة طلعت ردت بشكل وطيف جدا وقالت على حسابها على فيسبوك كابتن كرم جابر أولا بشكرك جدا على طيقتك في حصولي على ميداليا أولمبية في عالم المصرعة النسائية كتير تعلمنا منك المثابرة على الحلم وحب أطمنك إنه فيه نساء مصريات كتير نكحين قبل الجواز وبعد الجواز ودايما الست المصرية بيتقال عليها بمئة راجل وفيه منهم كتير تقدر تكون ست بيت وبطلة عالم وتعرف تحافظ على مستواها البدني يعني والنفسي وأعتقد وجود راجل بمعنى الكلمة بجانب الست يقدر يكون لها سند وقوة ويكون كمان حافز كبير وحوار الأكل دلوقتي مش قدير لإني في المعسكر بجهز للبطولة القادمة إن شاء الله كمان في حاجة اللعب الهاوي يختلف عن اللعب الاحترافي بمعنى اللعب اللي واخد الرياضة باحترافية بتكون عمله وليها أولوية بقدر يحقق بطولات ومعجزات وأوعيدكم زي ما بدأت في عمر 18 سنة وبقيت رقم واحد في العالم وبطلة عالم في لعبة يستحيل فيها التحقيق خارجيا هحقق الحلم إن شاء الله في باريس ودعواتكم ودعوات المصريين المصريين يا سمر بيدعولك لإنك بترفعي راسنا طول الوقت وكيد إحنا عارفين إنه جنبك سند هيشجعك وإن أنت هتحقق لنا البطولة وهتجيبي الميدالية زي ما إحنا متعودين منك نتمنى بقى من الكابتن كرام جابر إنه هو يعيد النظر في هذه التصريحات مش هنقول أكتر من كده